موسيقى رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في محافظة البحر الأحمر مبيعات التجزيع البريطانية تواصل التسجيل لمكاسبه برغم إجراءات مواجهات كورونا أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات وتتجه لمكاسبه بعشرة في المائة في أسبوع موسيقى نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل مرحبا بكم تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي موقف المشروعات الجارية تنفيذها في محافظة البحر الأحمر وذلك في اجتماع عقدها عبر تقانية الفيديو كونفرنس بمشاركة وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ البحر الأحمر عمر حنفي وخلال الاجتماع عرض المحافظ المشروعات الجارية تنفيذها ضمن الخطة الاتثمارية للعام المالي 2020-2021 والتي تتم باعتمادات مالية تبلغ نحو 411.5 مليون جنيه وبمعدل تنفيذ بنسبة 44% وأضح المحافظ أن تنفيذ الخطة الاتثمارية يتم عبر خمسة برامج عمل تتضمن مادة وتدعيم الشبكات الكهرباء ورصف الطرق والشوارع الداخلية داخل المدن وبرنامج خدمات الأمن والإطفاء والمرور وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وبرنامج تحسين البيئة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي وجود فائدة كبيرة لاستبدال العددات التقليدية في الغاز والكهرباء بأخرى ذكية لكل من المستفيد ومقدم الخدمة على حد سواء وفي اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة في ملف تركيب العددات أشار مدولي إلى أن الحكومة تسعى إلى تعميم تجربة العددات الذكية في عدد من المصالح الحكومية من جانبه أشار وزير الكهرباء محمد شاكر إلى أنه تم تركيب تسعة وخمسة من عشر مليون عدد كهربائي مسبوك الدفع على الشبكة القومية مشيرا إلى أن المستهدف هو تركيب مليون عدد سنويا وبدوره أوضح وزير البترول طارق الملة أنه من المستهدف تركيب ستمائة ألف عدد غاز مسبوك الدفع خلال السنوات المخبلة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشكل تخفيض رواتب موظف الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنويا طبقا للقانون كما نفى المركز ما تردد من أنباء بشأن نفاذ المقرارات التموينية قبل استكمال صرف مقرارات شهر سبتمبر الجاري كما نفى المركز أيضا ما تردد بشأن زيادة فئات ضريبية الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل أظهرت أركام رسمية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا واصلت تسجيل مكاسب الشهر الماضي حيث حققت أجزاء من القطاع تعافيا أسرع واتيرة من معظم الاقتصاد وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن أحجام مبيعات التجزئة زادت بنسبة 18% في أغسطس واتخطت مبيعات التجزئة البريطانية بالفعل لمستويات ما قبل كورونا في يوليو وترتفع الآن بنسبة 4% مقارنة مع ما قبل الأزمة أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائدة ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو والبالغ عددها 19 دولة انكمشها إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو وفي الاثنى عشر شهرا حتى يونيو انخفض فائد ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك من 2.6% من الاثنى عشر شهرا السابقة ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائد من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي التي تشمل الأرباح والاتثمارات الخارجية انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وقالت وزارة العمل الأمريكية إن إجمالية الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ نحو 860 ألف طلب في أول أسبوعين من سبتمبر بوادر تعافي وإن كانت بسيطة يبديها الاقتصاد الأمريكي المثقل بتبعة إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا وزارة العمل الأمريكية أعلنت أن طلبات الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل سجلت انخفاضاً طفيفاً لأسبوع الماضي لتصل إلى 860 ألف طلب وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل الذين يتقدمون بطلبات إعانة في ظل الإغلاق واسع النطاق الذي فرض في مارس إلا أنه مع تخطي ذروة انتشار فيروس كورونا استمرت الطلبات الأسبوعية بالمراوحة عند مستويات أعلى بكثير من أسوأ فترات الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2010 وأظهرت أحدث البيانات أن معدل البطالة بين الأشخاص المؤهلين للحصول على إعانات انخفض 7 من 10 نقطة إلى 8.6% كما تراجع بأكثر من 200 ألف عدد غير المؤهلين للحصول على مساعدات حكومية لكن تقدموا بطلبات بموجب برنامج مساعدة العاطلين عن العمل جراء الجائحة واستمر نحو 29.8 مليون شخص بتلقي بعض أشكال المساعدات الحكومية خلال الأسبوع الذي انتهى في 29 من أغسطس مع تزايد قلق المراقبين من تنامي أزمة التوظيف وكشفت رئيسة مجلس النواب عن إعطاء دفع جديدة لجهود التوصل إلى اتفاق مع رئيس دونالد ترامب الذي يرفض بشكل مطلق الدعوات إلى دعم الولايات والحكومات المحلية المتعثرة جراء كورونا وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا في العالم بفيروس كورونا لكنها أظهرت علامات تعافي من التراجع الاقتصادي بسبب الأغلاق وقد وصل معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مسجلا 14.7% في أبريل لكنه عاد وتراجع إلى 8.4% ارتفعت أسعار النفط لجلسة الرابعة على التوالي حيث تشير التقديرات جولدمان ساكس إلى أن السوق تشهد عجزا وبدأت تعال صفة جديدة تتشكل في خارج المكسيك مما يضع الخام على مصاري تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 10% وارتفع خام القياس الأوروبي مازيك برينت 27 سنت إلى 43.57 من 100 دولار للبرميل بينما ربحت العقود الأجلة للخام الأمريكي 23 سنت إلى 41.20 من 100 دولار للبرميل ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ عجز السوق 3 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وتمضي على مصاري تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ضعف الدولار حيث أثرت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة سلبا على أمل التعافي الاقتصادي وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 6 من 10% إلى 1953 و70 من 100 دولار للوقية أما بالنسبة للمعاد النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة بنسبة 2 من 10% إلى 27 و16 من 100 دولار للوقية بينما ربح البلاتين 2 من 10% إلى 942 و6 من 100 دولار للوقية في سوق العملات يتجه الدولار صوبة تكبت خسارة أسبوعية مقابل عملات مناظرة رئيسية وذلك بعد أن أرقت بيانات سلبية بظلال الشك على التوقعات الاقتصادية وتخل الدولار عن مكاسب حققها بعد أن خام مجلس الاحتياطير التحدي الأمريكي بتحديث توقعاته الاقتصادية هذا الأسبوع وسجل الدولار في أحدث تعاملات نحو 92 و92 من 100 مقابل سلة من العملات الرئيسية ويتجه صوبة تكبت خسارة بنسبة 3 من 10% في الأسبوع واجهت الأسهل الأوروبية صعوبات بحثا عن قوة دفع وذلك في حين يصير ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا هي أنحاء القرى مخاوفة بشأن تأثيرها على التعافي الاقتصادي الناشئ وانخفض المؤشس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1 من 10% في حين تصدرت أسهم الصفر والترفي الخسائر بانخفاض بنسبة 1% وارتفعت الأسهم اليابانية بدعم من تفاؤل واسع النطاق يحيط بسياسات رئيس الوزراء يوشي هيد سوجا لكن التقييمات المرتفعة والتوقعات الضبابية للأرباح تسببت في حظر المتثمينين قبيل عطلة أسبوع طويلة وزاد المؤشر النكاي بنسبة 18 من 100% وصعد المؤشر توبيكس الأوسع النطاقا بنسبة 49 من 100% توقع تقرير بحثي حكومي نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 4.2% في 2020 وهي أبطأ وطيرة في خمس سنوات بعد أن تسبب فيروس كورونا في طباط النشاط الاقتصادي وأثرت سلبا على الطاقة وقال التقرير أن تفشي فيروس كورونا أثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد الطاقة في الصين هذا وكان الطلب على الغاز الطبيعي يلقى الدعم من استهلاك قطاع الغاز بالمدن الذي تضرر بشكل محدود في الجائحة وسجل نمو يزيد عن 10% على أساس سنوي خلال النصف الأول وفقا للتقرير وصلنا إلى اختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة وبقت تذكرة بأبرز ما جاء فيها رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في محافظة البحر الأحمر مبيعات التجزية البريطانية تواصل تسجيل مكاسب رغم إجراءات مواجهة فيروس كورونا أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات وتتجه لمكاسب بعشرة في المائة في أسبوع تات نشاطنا دمتم في أمان الله